أكد محافظ المينيا أسامة القاضي أن مديرية الصحة بالمحافظة أطلقت قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للكشف المجانية على المواطنين التي تم تنفيذها بقرية معصرة حجاج التابعة لمركز بني مزار خلال يومي 28 وال29 من شهر نوفمبر كما أشار وكيل وزارة الصحة بالمينيا محمد نادي أن فعاليات القافلة أصفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2003 حالات مترددة وصرف الأدوية وإجراءات الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات